المشكلة نحن المطروحة هي طرح الانتخابات بعد الحوار هيدا المشكلة اللي هي دستوريا غير قائمة لأنه ما بتقدر انك انتخابات رئيس جمهوري غير مشروطة ما في الدستور بيقولك في شرط ان يكون في توافق أو في حوار ان شاء الله سأعندك بيتين جلسة بالأخير بتعمل فئلية لحد تالي جلسة واحدة مفتوحة فئلية انتخابية لازم نتسير بكل بساطة نحن اليوم لازم اننا نوعى ولازم اننا نشوف وين مصلحة بلدنا يا أما منفوت بمعركة كسر عظم نحن برأيي أنا اليوم ما حدا قدى يا أما منحتكم إلى الحكمة ومنجي منحكي ومنتفق ومنشوف طريقة مش انتا ندقر انتخب رئيس بأخرب وقت ممكن ونعمل حكومي ونخلص بلدنا بالحد الأدنى ونفوت بحوار أساسي له علاقة بمستقبل لبنان في بعض الأمور من القرارات الداخلية ولازم نحترم أنا برأيي هواجس كافة الأطراف ما فيه بس طرف يقولك أنا بدي هيك وهي ديك يقولك أنا بدي هيك فيه هواجس محققة عند الجميع ما حدا أثر بالتاني في لبنان اليوم العمل مصرفي في لبنان غير ممكن غير ممكن إذا بدك تعمله بشكل يتلائم أو بشكل يعني يحترم القانون فأنت بحاجة إلى بعض الضوابط لفترة معين بس هيدا ما لازم أنه يسير وما بيسير إلا ما تكون بلشت بالأساس والأساس هو وضع استراتيجي وخطة لانتظام المالية العامي بعد وضع خطة والتزام من الدول اللبنانية فيما يتعلق بالعجز يلي تشجي عليها ويلي هي استدانته بشكل أو بأخر مصرف لبنان يلي هو يوازي جزء كبير من وداع اللبنانيين كيف الدولة رح بترد الدين الخارجي والداخل بعدها على هيدا الأساس مصرف لبنان بدو يرجع يعيد هيكلة القطاع المصرفي على أساس التزام الدولي بسداد جزء أو كل من هذه المفالغ يلي هي بدها ترجع تروح منه لمصرف لبنان إلى المصارف بقالية معينة ويلي هي قطاع حقوق المودعين من بعدها انت بتجي بتقول شو هو الكطاع المصرفي اللي نحن بحاجة لأله وشو هو الإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي يلي الكطاع المصرف اللبناني بحاجة لأله هل هو نفس يلي كان قبل ولا هل هو لازم يكون متعدل وشو بدي يكون وبعدين بتروح بتقول شو هي الرؤوس الأموال اللي انت بحاجة لأله لإعادة تحريك الاقتصاد اللبناني وتمويل الاقتصاد اللبناني خاصة الكطاع الخاص وبدأ كمان بالمستقبل بعد ما يصير في عندك بعض الإصلاحات تتمول الدولة الدولة اللبنانية لن تمول من الخارج يعني نحن ما فينا نقول ان الدولة اللبنانية من هلأ هو رايح هي رح تكون تمويل حالة ما بتقدر لبنان عليه الكثير من الانتزامات الرأسمالية يلي لازم ان تسير يلي هي العلاقة بالبني التحتية بكفاءة الخدمات العلاقة بأمور كثيرة العلاقة بالقوى العسكرية العلاقة بالإدارات العلاقة بالخدمات كلها هايدي الأمور جزء مننا بدوا يرجعين بنا بدين وعلى الأرجح رح يكون داخلي مع مساعدات خارجية لأنه ما حدا مرة رح بيدينك بعد ما انت توقفت عن دفع بالطريقة توقفت عن دفع فيها إلا ما ترجع تستعيد تصنيفك الاقتماني بشكل بالقليل تكون يعني بالقليل تكون فهيدي الأمور طالما ما عملتها بهتا سلسل لو شكيت براسك ريش ما رح يتغير شيء